اعلن امير قطر حمد بن خليفة الثاني تنحيه عن الحكم لابنه تميم البالغ من العمر 33 عاما وقالت مصادر ديبلوماسية ان امير قطر الذي تولى السلطة عام 1995 في انقلاب على والده قرر التنازل لابنه بطلب امريكي بعد تجاوزات لدوره الاقليمي والدولي في السابع والاشرين من حزيران يونيو من العام 1995 انقلب الشيخ حمد على ابيه خليفة الثاني لكنه اليوم سلم السلطة في قطر الى ابنه تميم عاش الابو تلك العقدة التي لاحقته باستمرار وقد تكون احد اسباب اشرافه بنفسه على نقل سلس للسلطة في حياته ليس فقط تخوفا من افراد اخرين في العائلة لم ينسوا ذلك الانقلاب ابدا بل ايضا خوفا من اخرين ساهموا معه في هندسة الانقلاب والقفزة الاقتصادية وتداعيتها السياسية والاعلامية في مقدمتهم رئيس الوجراء حمد بن جاسم ومع ذلك فقد يستمر حمد في مزاولة انشطة تشريفية الى ان يتمكن نجله فعليا من زمام السلطة اعلن انني اسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بالحمد الثاني وانا على قناعة تامة انه اهل المسؤولية جدير بالثقة وقادر على حمل الامانة وتأدية الرسالة الشيخ حمد البالغ من العمر واحدا وستين عاما تحمس لما يسمى بالربيع العربي وتحالف مع الناتو لاسقاط النظام الليبي ويعمل حثيثا لاسقاط النظام السوري وتغيير موقعه السياسي ورغم وعوده المتكررة بتنظيم انتخابات برلمانية الا ان بلاده تخلو من مجالس تمثيلية منتخبة بصلاحيات حقيقية حمد عزز بدلا عن الديمقراطية الوطنية التحالف مع الولايات المتحدة وبنى لها بنفسه احدى اكبر قواعدها الجوية في العالم ومقر القيادة الوسطى لجيشها كما ربطته علاقات مع الكيان الاسرائيلي وافتتح له مكتبا تمثيليا في الدوحة فضلا عن تبادل للزيارات الدبلوماسية والتنسيق الثنائي وانني على يقين رازخ بانكم ستكونون خير سندا له كما كنتم معي ورغم الحديث عن تدهور صحة حمد الا ان مصادر متعددة تحدثت عن قرار امريكي مدروس بنقل للسلطة على خلفية تضخم دور الدوحة وخروجها عن الشيء المرسوم لها امريكيا والامتناع عن اطلاق المبادرات والتموضع اقليميا في اطار مجلس التعاون اي تحت العباءة السعودية وتقول مصادر غربية ان تميمة سيركز على الداخل بدلا عن التدخلات الاقليمية ما قد يؤذن بتهديئة او حل سياسي في سوريا مع تراجع الدور القطري هناك عسكريا وماليا قطر شهدت نزاعات سياسية وانقلابات داخل اسرة الثاني حيث نفذ اول انقلاب الخليفة بن حمد الثاني الذي ما لبث ان شهد حكمه انقلابا على يد ابنه المتنحي حمد بن خليفة الثاني لينتهي الحكم الى تميم بن حمد الثاني في ظروف غامضة ما ان استقلت قطر عن الانتداب البريطاني واعلنت انسحابها من الاتحاد الاماراتي عام 1971 حتى بدأت النزاعات السياسية داخل الاسرة الحاكمة التي شهدت العديد من الانقلابات في فترة عمر الامارة القصير احمد بن علي الثاني كان اول امراء قطر بعد الاستخلال وهو ابن عم خليفة بن حمد الثاني الامير الاسبق للبلاد الذي لم يلبث ان نفذ انقلابا على ابن عمه ووصف حينها بالابيض وذلك على خلفية عائلية حيث اعتبر الاخير انه الاحق بوراثة كرسي الامارة ووطد اركان حكمه بتسليمه لابنائه والمحيطين به حاول خليفة ارضاء المعارضين له من خلال تزويج ابنه حمد من الشيخة موزة بنت ناصر المسند في صفقة وصفت بالسياسية بين اهل خليفة والمسند وذلك لوضع حد لطموحات اهل مسند حيث كان ناصر المسند من اشد المعارضين لحكم خليفة الا ان هذا الزواج الذي اوقف طموحات اهل مسند قضى على حكم الشيخ خليفة على يد ابنه المتنحي هذه المرة حمد وفي انقلاب سمي بالانقلاب التلفزيوني نفذ بالتعاون بين موزة ورئيس الوزراء الحالي حمد بن جاسم الثاني وتم الانقلاب فور مغادرة الشيخ خليفة قطر الى اوروبا في رحلة استجمام حيث جرى على شاشة التلفزيون حين وجه الامير المتنحي حمد الدعوة لوجاء المشيخة واهل الحل والعقد فيها فيما ظن انه دعوة عادية دون ان يعلم احد انه سوف يتم تقديم الدعوة للعلن على انها مبايعة للامير الجديد وفي صبيحة اليوم التالي قطع تلفزيون قطر بثه ليعلن البيان رقم واحد عارضا صورا من لقاء وجهاء المشيخة على انهم يقدمون المبايعة وبمنتاج تلفزيوني يخدم الرواية لحمد ابن خليفة الثاني بعد موافقة ومبايعة وتأييد من العائلة الحاكمة الكريمة والشعب الغطري الكريم واتسلم مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالدي والان يعلن الامير المتنحي وبشكل مفاجئ تسليم ابنه من موزة بن تناصر المسند الامير الحالية للبلاد تميم ابن حمد الثاني الحكم بعد اجتماع مع وجهاء المشيخة وفي عرض تلفزيوني وما اشبه اليوم بالبارحة